اتفاق ينسخ اتفاقا ومرجعية تنسخ أخرى هذا هو الحال في اليمن التي تفقد فيها الشرعية سيادتها تذريجيا منذ تدخل التحالف السعودي لدعم الحكومة الشرعية في مارس 2015 اليوم اسم الإمارات أصبح في قلب كل عدني على وجه الخصوص واليمن كلها فالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا لم يعد يعترف بأي اتفاق آخر غير اتفاق الرياض الموقع أخيرا وإذا ما سئل عن المرجعيات الثلاث التي نصت عليها مخرجات الحوار وأيادها العالم كانت إجابته قاطعة لا مرجعية إلا اتفاق الرياض وهو بذلك ينظر بعين المتربص متحينا الفرصة لإعلان العودة إلى ما قبل العام التسعين إلى زمن الدولة الشطرية وبالنظر إلى مجمل المعطيات يتضح جليا أن المجلس الانتقالي يمضي بوضوح نحو مشروع التقسيم وبدعم مباشر أو غير مباشر من أطراف في التحالف العربي تماما كما هو حال الحوثيين في صنعه وفي المقابل يجري كبح الشرعية اليمنية وعرقلتها عن القيام بمهامها من الداخل والسماح ببقائها تحت رحمة الميليشيات المسلحة التي أشرف التحالف السعودي الإماراتي على إنشائها وتمكينها وخصوصا في المحافظات الجنوبية والساحل الغربي وبفضل سياسة التحالف السعودي الهوجاء وألاعي به أصبحت الشرعية تخسر كل يوم في مقابل فوز متراكم للميليشيات شمالا وجنوبا والخاسر الأكبر من هذا كله هو الشعب اليمني كما أن التحالف نجح بشكل واضح في تحويل اليمن إلى ساحة صراعا بالوكالة وصارت اليمن تواجه سيناريوهات بعضها أسوأ من بعض هذه الوثيقة مسؤولية كل يمني وفي النهاية يصبح الاستقرار والعودة إلى الدولة الواحدة أو الاتحادية ضربا من الأماني المستحيلة وبقدر تعقيد المشهد وتقلص الخيارات إلا أن الشرعية لا تزال تملك الورقة الرابحة المتمثلة في الاعتراف الدولي والتأييد الشعبي وبهذه الورقة يمكن لها أن تعيد صياغة المشهد وضرب المشاريع الصغيرة لكن هذا لن يحدث إلا إذا امتلكت الإرادة وهي ما لا تتوفر لديها حاليا